نظمت مؤسسة أبو العنين للنشاط الاجتماعي والخيري والثقافية تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي امتحانا فوريا لجميع الأعمار من الرجال والسيدات للحصول على شهادة محو الأمية وجاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية لدعم ومسندة وتنفيذ برامج محو الأمية لتعليم الكبار ضمن جهود التحالف الوطني لخدمة المواطن تاتي محو الأمية كمحور رئيسي وفي هذا الإطار نظمت مؤسسة أبو العنين امتحانا لجميع الأعمار من رجال وسيدات للحصول على شهادة محو الأمية احنا بنسعى دايما سيادتك أن يكون المواطن المصري يكون أبناء بلدنا في نهضة علمية عندهم في نهضة ثقافية لأن ده تكوين أو تكمل التكوين لشخصية المواطن المصري وده الحقيقة أمر دقب عليه معالي فخام الساتر إسعى فتاح السيسي فيه توجيهه دايما للمجتمع أن لازم ولابد أن يكون المواطن المصري مواطن له قيمة في مجتمعه ما يحسش أبدا بالعجز طبعا المؤسسة مستمرة في دعم مشروع محو الأمية على مستوى المحافظة على مستوى حي جنوب الجيزة لأن احنا بدايتنا من سنة 2001 بدأنا في فصلين ولحد مصلنا 72 فصل وفي إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية تقوم المؤسسة بدعم ومساندة وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتكريم وتسليم الشهادات للناجحين والمتميزين حبيت أخذ محو الأمية عشان خطر أعلم بنتي وأي شيء التي جاوبني عليه أعرف جاوبة أردعي به بقالي فترة بروح بتردد على الجمعية لقيتهم في مقدمين على نحو محو الأمية فقدمت معاهم فنزلت بصراحة مرة على مرة وبعد كده امتحنت واستفدت لولادي مؤسسة أبو العينين لنشاط الثقافي والغيري تعتبر أول من طبق نظام محو الأمية بأجهزة الحاسب الآلي كما أطلقت مبادرة جيزة بلا أمية وهي جهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة للقضاء على أسباب التصرب من التعليم ورفع الوعي المجتمعي بأهمية التعليم